بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الدرس الخامس في الوحدة الثانية وهو بعنوان القيم والمتجهات الذاتية Eigen Values and Eigen Victors والمعادلة المميزة لمصفوفة ما Characteristic Equation of a Matrix أهداف هذا الدرس التعرف على مفهوم القيم الذاتية والمتجهات الذاتية لمصفوفة التعرف على المعادلة المميزة لمصفوفة وإيجادها بالنسبة لمصفوفة ما إيجاد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية المقابلة لها في البداية نتعرف على معنى القيم الذاتية والمتجهات الذاتية لمصفوفة فنقول أن المصفوفة المربعة A ذات الأبعاد N في N إذا كان المتجه غير الصفري X يسمى متجها ذاتيا أو Eigen Victors للمصفوفة A لو كان هناك عدد قياسي لمضة يحقق الشرط أن AX يساوي لمضة X ويسمى X Eigen Victors للمصفوفة A ولمضة Eigen Value المقابلة إليكم المثال التالي للتوضيح فالمتجه عبارة عن مصفوفة مقونة من عمود واحد فقط واحد اثنين هو Eigen Victors متجه ذاتي للمصفوفة A المعطى أمامنا ثلاثة صفر تمانية سالب واحد ويقابل القيمة الذاتية لمضة تساوي ثلاثة ويتحقق من ذلك نقوم بحساب AX فنجد أنها لو ضربنا الصف الأول في العمود الأول ثلاثة في واحد بثلاثة وصفر في اثنين بصفر كان النتج ثلاثة ولو ضربنا الصف الثاني في العمود الأول كان نتج ثمانية ناقص اثنين يساوي ستة لو أخذنا ثلاثة عامل مشترك لكان النتج واحد اثنين أي أنه يساوي ثلاثة في المتجه X فتكون لمضة هنا هي الـ Eigen Value وX هو Eigen Victors مثال آخر لو أن المصوف A هي عناصرها واحد أربعة اثنين ثلاثة فإن X1 وX2 هي أيضا Eigen Victors لهذه المصوفة كيف؟ لو ضربنا المصوفة في المتجه الأول X1 لكان النتج خمسة خمسة لو أخذنا خمسة عامل مشترك لكان النتج خمسة في المتجه X1 فلمضة واحد عندنا هي خمسة وكذلك بالمثل لو ضربنا المتجه X2 في المصوفة لكان النتج سالب 2 واحد لو أخذنا سالب واحد عامل مشترك كان النتج سالب واحد في المتجه X2 أي أن لمضة اثنين هنا تساوي سالب واحد